في فيسبوك يواجه بعض الأشخاص مشكلة تشغيل الفيديوهات تلقائيا مما يسبب لك الإزعاج أو استهلاك للإنترنت ولإيقاف تشغيل هذه الخاصية تابع مع الشريح حتى النهاية مرحبا بكم من جديد في بعض منشورات الفيسبوك يوجد من ضمنها فيديوهات وتشتغل هذه الفيديوهات تلقائيا أثناء التصفح كما نشاهد على هذه الفيديوهات وهذا الشيء ممكن أن يكون غير محبب لبعض الأشخاص ولنعرف أكثر ونقوم بإيقاف تفعيل هذه الخاصية نقوم بالدخول إلى الفيسبوك ويكون الحساب مفتوح على التطبيق وأولا عليك الضغط على هذه العلامات الثلاثة الموجودة بالأعلى وتتجه للأسفل وتختار من هنا الإعدادات والخصوصية وبعدها تختار الإعدادات أو الخيار هذا الخيار والآن تظهر لك هذه الصفحة ولكن إذا كنت أول مرة تشاهد فيديو لقناة كيف على اليوتيوب اشترك معنا وفعل الجرس ليصلك كل ما هو جديد وطبعا هذه الطريقة متجابية لكل الهواتف ولكل الأجهزة والحواسيب والآن بنرجع لأشرحنا طبعا من هذه الصفحة أقوم بالاتجاه للأسفل حتى أجد هذا الخيار الوسائط وجهات الاتصال والآن ماذا أفعل؟ طبعا في هذه الصفحة يوجد العديد من الخيارات وإنت ما يهمك هنا هو خيار التشغيل التلقائي هذا الخيار وهذه الأيقونة سأضغط عليه ويوجد عندك عدة خيارات اختار منهم عدم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيا مطلقا هذا الخيار وبهيك عند إلغاء تفعيل هذه الخاصية لن تشتغل عندك مقاطع الفيديو تلقائيا في فيسبوك وبعدها بنعمل رجوع ونقوم بتجربة مثلا وبفتح الفيسبوك وبتصفح في الفيسبوك نلاحظ أن الفيديوهات على الفيسبوك لا تشتغل عندي تلقائيا إلا عندما تقوم بتشغيل الفيديو من خلالك طبعا كل هذه الفيديوهات التي ظهرت في الفيديو هي فقط للشرح والتوضيح وإذا عجبتك الفكرة واستفدت من الشرح اضغط لايك للفيديو وبهيك بكون انتهيت من شرح هذه الجزئية البسيطة في فيسبوك حابب تعرف أكثر عن الفيسبوك شاهد هذه الشرحات التي ظهرت على الشاشة وحابب تعرف أكثر عن التطبيقات اشترك بقناة كيف ليصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته